المنتخب الجزائري أمامه مباراة قوية لدى منتخب اوغندا في تصفية أمم إفريقيا الكوديفور لهذا جيد في هذا الفيديو سوف يقدم أفضل تشكلة يمكن أن يبدأ بها جمال بالماضي المباراة وأقوى اللاعبين في تلك المباراة قبل البداية في التفاصيل والتعرف على تشكلة الأقوى والأفضل لدى المنتخب الجزائري في مباراة اوغندا أتمنى منكم أن لا تنسى الاشتراك واللاك للفيديو سيلك كاركو جديد ونبدأ عربك لله في التفاصيل الأكثر طبعا المركز حريص المرمام توقعي وأفضل اختيار فهو الحريص أنطوني منديرام حارس كان الفرنسي في الدولة الدرجة الثانية في فرنسا مستويات كبيرة قدم هذا الموسم ويقدم مستويات كبيرة كذلك مع المنتخب الجزائري عندما يشارك لهذا التوقع الأفضل والاختيار الأفضل فهو الحريص أنطوني منديرام كذلك ليدخل أكثر في أجواء إفريقية وفي المباراة الإفريقية أما خط الدفاع وربع خط التفاعل بدين من الضهر الأيمان الضهر الأيمان سوف يكون اختياره على لاعب كيفين قيطون لاعب باستا الفرنسي كذلك في الدولة الدرجة الثانية الفرنسي مستويات كبيرة هذا الموسم مع فريقه على مستوى الدوري الدرجة الثانية لاعب لا على المستوى الدفاعي على المستوى الهجومي ممتاز كذلك كان شارك مع المنتخب الجزائري في التربص الماضي في مباراة ضد النجير لهذا التوقع الشخصي وأفضل اختيار على مستوى الضهر الأيمان فهو كيفين قيطون بدل من اللاعب مهدي الاريس أما على مستوى الضهر الأيمان سوف يكون اختياره على لاعب الشاب جوان حجام لاعب نونط الفرنسي الذي ظهر مع المنتخب الجزائري في التربص الماضي ضد منتخب النجير كذلك لاعب ممتاز مع فريقه على رغم أنه صغير السيل لكن هذا هي أفضل وقت لإعطائه فرصة للبروز والظهور مع المنتخب ويظهر الإمكانيات التي لديه على المستوى الكرة الإفريقية كذلك أما قلب الدفاع سوف يأتيار التنائي عيسى من دي لاعب بريار فهو يبقى أساسي ويبقى قطعة أساسية في خاطر الدفاع واللعب الذي أمامه هو اللاعب بروسا دوتمون رامي بن سبعيني سوف يكون اختياره على رامي بن سبعيني بسبب أن اللاعب سريع وكذلك طاولة القامة ورائع في الصراعات التنائية لهذا اختياره على بن سبعيني كقلب دفاع في أشكيلة يكون جيد ويكون رائع كما قلت في الالتحامات والصراعات التنائية أما على مستوى خط الوسط لدينا التنائي الارتكاز نابل بن طالب لاعب أونجي موسم ستنائي مع فريقه هداف الفريق ولاعب أكثر مباراة هذا الموسم وقدم مستوى هائل لعلى مستوى الدولي الفرنسي وعلى مستوى المنتخب الوطني الجزائري في التربوست الماضية لهذا التوقع نابل بن طالب يكون أفضل اختيار أمام نابل بن طالب سوف نأختيار على اللاعب هارز بالقبلة اللاعب بريست الفرنسي طبعا سبب عدم اختيار زروقي أن اللاعب تأخر في الوصول إلى المنتخب الجزائري وخادم مباريات التصفيات المؤهلة إلى دوري المؤتمر الأوروبي مع فريقه تيفنيت ولاعب مباراة كبيرة هذا الموسم لهذا من المتوقع عن شركة هارز بالقبلة الذي التحق بالمنتخب الجزائري بعد إصابة اللاعب هشام بوداوي لهذا التوقع أمام نابل بن طالب يأتي صاحب الخبرة الكبيرة مع فريق بريست وبعالمنتخب الجزائري هارز بالقبلة كثاني لاعب ارتكاز أما صاحب الألعاب سوف يكون الوافيد الجديد لدى المنتخب هو اللاعب حسام عوار في أول ظهور له مع المنتخب الجزائري طبعا توقعي أن يأخذ عوار الفرصة من البداية ليكون هناك دخول في المنظومة ودخول في الأجواء الإفريقية وتجربة في المباراة طبعا التوقع مشاركة عوار بنسبة 90% حسب رأيي الشخصي أن عوار يجب أن يبدأ في البداية لأن سوف يكون هناك طريقة لعب مختلفة على ما عرفه عوار في السابق لا مع فريق كوليليون ولا مع المنتخب الفرنسي في السابق لهذا التوقع الشخصي وأفضل اختيار هو بداية حسب عوار في مركز صناعة اللاعب أما خط مقدمة خط رجوم سوف يكون في الرواق الأيسار صاحب الأداء الجميل هذا الموسم والتألق الكبير مع فريقه ويستعام سعيد بالرحمة كأفضل خيار في أفضل مركز سعيد بالرحمة في الرواق الأيسار لا مكان لأي لعب أخر في هذا المركز في وجود سعيد حاليا في المنتخب الجزائري قدم مستوى معناديه ويستعام واستطاع بفوز لقب أوروبي بدول المؤتمر أوروبي لهذا التوقع أن يكون سعيد أساسي في هذا المركز أما في الجنة الأيمان سوف يكون مكان محسوم للمائسطر والقائد المنتخب رياد محرس ناجم نادي ماشيستر سيتي وقائد المنتخب والمتوج بدوري أبطر أوروبا مؤخرا موسم كبير مع السيتي ولاعب أساسي في المنتخب الجزائري وطبعا التوقع سوف يكون أساسي اللاعب على الرغم أنه تأخر في الانضمام إلى تربوس بسبب احتفالته مع فريقه الإنجليزي لكن اللاعب أخذ فرصة في التدريبات وأخذ تدريبات بشكل جيد لهذا التوقع أن يكون أساسي رياد محرس يبقى لاعب أساسي وقطع أساسية ولاعب أساسي في المركز جنة الأيمان أما في مركز رأس الحربة سوف يكون اخسر على بغداد موجهة أكثر مهاجم حاليا جهزية من اللاعبين الذين ينافسونه في هذا المركز بغداد قدم موسم كبير مع فريقه السد القطري واشتجل العديد من أهدف هذا الموسم لهذا التوقع سوف يكون على بغداد موجهة في مركز رأس الحربة طبعا هذه الشكلة متوقعة قوة الشكلة بالنسبة لي وأحسن الشكلة يبدأ بها في الماضي مباراة الززائر وأوغندا في تصفيص أهلة إلى أمم إفريقيا 2024 شكرا لكم وإلى اللقاء